موسيقى مشاهدينا برحب فيكن عن جديد بفقرتنا لليوم الروحية متل ما بتعرفوا مشاهدينا لبنان ارتبط اسمو بإديسين كتار منن الإديسة رفقة، الإديسة الحردينة، عمطلة، الإديسة شربل، رفقة وغيرهم خلقوا بلبنان، عاشوا بلبنان، قدوا حياتهم عم يزرعوا فضائل بها الأرض وميتوا ومن بعد انتشروا حول العالم كله الإديس شربل من أبرزهم، الإديس شربل عابر للقرة، عابر للطواقف، للعالم يلي ما بيعرفوا من اسمه بيعرفوا من صورته وأنا شخصياً كنت ببلد مرة وشافوا صورته وعرفوا أنه هو ما شربل بس ما بيعرفوا اسمه بس بيعرفوا عنه فهالقديس يلي طبع اسمه واقترم باسم لبنان نحن دايماً منصلي له منطلب شفاعته بكرة 8 أيار عيد مولد القديس شربل نطلب منه أنه يرقف بلبنان وبالشعب اللبناني يضلوا حمينا وأكيد أكيد هو عينه علينا لأنه يمكن لو ما عينه علينا صار فينا أبشع من ما يلي عم بيصير هلأ وبإيماننا الكثير كبير رح نقدر نتخطى هالأزمات كلها يلي عم بتليحقنا للأسف من سنين اليوم رح يكون ضيفي الأب جوزاف العنديري أهلا وسهلا فيك أبونا خادم رعية مارجرجيس برسا الحارة الخاصة يعني أبونا هالقديس أنا شخصياً أنت بتعرف قديش بيعني لي من أنا وصغيرة بحبه وكبرت على محبته وضليتني عم بحبه لأنه هو بحبني وحب كل العالم شو صر هالقديس؟ في كتير اشي أكيد ما منعرفه عنه نحنا حتى لو منقرأ عنه ومنسمع عنه ومنصلي له صح؟ أكيد يا بنتي بالنهية أنا بالنسبة لأيلي ميني أنا تأحكي عمر شربل أنا الخاطئ الكبير يلي بعد هالجزرية اللي عاشها هالحب اللي عاشوا هالاتحاد الدائم اللي كان عايشه مع ربنا بده ناس أكيد يكونوا عندهم اختبار أكبر معه ومع ربنا يقدر يحكي عن مر شربل ولكن يعني هالمرحلة اللي قضيناها بعائلة مر شربل يلي صارلة من سنة الخمسة وتسعين مرحلة تعرفنا أكثر وأكثر على تقريبا هوية مر شربل هوية مر شربل هي هوية المسيح يعني مر شربل الوج الحلو ليسوع المسيح على الأرض عاش وهلأ بالسماء حاول مر شربل أنه ياخد هالوج وساعد كل الوقت أنه وجه يصف يشبه وج المسيح لبل يصبح هوية مسيح آخر لأنه مر شربل صدق كل كلمة بالإنجيل وكان بكل كلمة يوقف ويشوف هوية ذاته وين من هالكلمة يلي الرب يسوع أعطان إياه وحاول أن نكون عم بجسد بكل فكرة بكل كلمة بكل عمل يلي نزرع بقلبه من كلمات ربنا من التأمل بوج المسيح من التأمل بألام المسيح من التأمل بفرح المسيح من التأمل بالطاعة يلي قطاع المسيح للآب هالصورة هايدي وصلت أنه عن جد مر شربل يصبح ابن للآب على صورة الابن هالتبني اللي الآب أعطان إياه بيسوع المسيح أصبحنا أبناء بالمسيح للرب أخذها جدية مر شربل مش أنه يوم ايه يوم لا يوم اجرب الفلاحة اجرب البور لا مر شربة كان كتير جزري ومش الطريق ما تطلع لا يمين ولا شمال ولا لورا خلص سمر عيونه بالمسيح سمر عيونه بمريم سمر عيونه بمريم يوسف وصار ماشي هالطريق يوم بعد يوم يوم بعد يوم والأداسة يمتلي هالوعي من الزيت الأداسة توصل أنه المي يلي بهالأنديل بهالسراج تحولت إلى زيت وزيت أعطانور لذلك اليوم أنا بشوف أنه مر شربل هو نور من نور المسيح والبروف أنه على الموضوع بس أنه من التراب للنور بيقول مر شربل يعني حياتنا هي تحول من التراب إلى النور هالنور اللي ظهر على قبره هيدا نوره هو صار نور صار نور في النور وهيدا يلي نحن هيدا دعوتنا أنا نور العالم وأنتم نور العالم أصبح مر شربل نور للعالم اليوم مثل ما عم تفضلي وتحكين أنه في شي بلاد ما أنه عامل فيها عجيبة مر شربل وعرف العالم على المسيح مر شربل ما بده أنه يعرفوه من لذلك ما بده أنه يميز بين مسلم ومسيحي وبوزي وإنسان ملحد أبدا الإنسان بده وصل لكل إنسان نور المسيح هيدا شربل هو هال هال هالكلمة هامل هالاختداء هامل يسوع المسيح وعن بيقولون يا جماعة ضوكوا وانظروا ما أطيب الرب مر شربل لو ما كان عاشق المسيح مين بيقعدوا 23 سنة بها المحب صفاء إذا بكتركع ركابك شوي ببلش ركابك وجعوك إذا بتجوع ندفع صغيري ببلش تعمل ما بعرشوه إذا حدا بيقلك كلمة بتعتبر إنه الأمور بده شو صار مر شربل يبقوا إن أخوته يسيقوا لقلوا هو يعمل مطانية ويقلوا نغفروه لأجل المسيح اليوم كليا العالم مش كل العالم بدل في الخميرة أكيد والبقية الباقية بس العالم عامة وكأنه بعيد كتير عن وجه المسيح وعن وجه مر شربل لذلك مر شربل اليوم امتلة الدنيا امتلة الدنيا لشو امتلة الدنيا طي خلصوا الناس طي يرجعوا للمسيح عم بيقول لهم هالعجاب اللي عم تنعمل هالعجاب اللي عم تنعمل هي مش لا شخصي اللي بيشفى أنا صار معي شغلي أنا معي ندفت دم أخدت من شخص بصد تحط لهم زيت في ست هذه كاجة عناية وانا بصد فيها بتعرفي نحنا كل جمعة فوق بقى أعطيتها قطن من زيت قصة طويلة عريضة المهم شفي ابن من القنصير صارت العيلة كلها سووان رجعت على الكنيسة رجعت على الكنيسة لذلك اليوم شربل هو وجه الله اللي عم بي يروح لكل الكون تا يبعي تا يجذب الناس مثل ما جذب يسوع إذا ما ارتفع جذبت إليك الناس مار شربل ارتفع ارتفع على صليب الاماتة والحب والتضحية والصمت والتقشف هوا كلهم شارك المسيح فيهم شارك معه بموته فشارك في القيامة والنور هيدا مار شربل قد ما تحكي ما فيك توفي مار شربل متل ما فينا نوفي لمريم اليوم احنا بشهرة هو ابن مريم مار شربل هو ابن مريم و بس يكون ابن مريم معنى تب يشبه مريم و مريم فيه أجمل منها فيه أقدس منها فيه أطهر منها فيه أم مثله طبعا لا بتاعي تقلك شغلة قديش مهمة مريم تهال قد الله حبه و قديش ابنه حبه قديش ابنه حبه حبه ابنه كتير هونو شارك ابنه الله حبه كتير بس هو كمان قال له نعم يا رب هو قبل بهالحب ليكن لي بحسن قولك ها انا ده ارسل تكلم يا رب عبدك يسمع كان دايما يسمع الصوت اصلا ما كان بهالدنيا يعني الكل اللي كانوا شايفينه يقولوا لك كان دائما منتقل مخطوف الى الحب الالهي الى سماء السماوات فوق كان كل حياته هايك مع الرب يعني عايش مت مقلتي منتقل دائما الى تتميم الى الاصغاء متل الملاكي هاللي دايما ناطرين اشارة من الرب تيتمموا ايرات الرب هاك انشاربل ابونا نحنا نعرف عن عيلة مارشاربل واكيد لو ما مارشاربل راد انه تكون موجودة هالعيلة وهو من مؤسسين العيلة يعني ديشاربل هو من المؤسسين كمان يعني يعني يعتبر معكن من المؤسسين هو بالنسبة للعيلة يعني العيلة اللي عم بتقوم باعمال انسانية ولا تعرف الانسان على الرب يعني هالمجموعة هالمجموعة ياللي كتير قريب من الرب وبذات الوقت كتير قريب من الانسان ياللي ما منلاقيها بمجموعات تانية هالتقارب كيف عم بيصير على ارض الواقع اذا بدي اقلك ياللي بيجمعنا بهالعيلة حرفان هني الحب الحب المتجرد عن كل مصلحة عن كل وصولي يعني انا بس قلت ايه باخوتي بهالعيلة قلبي بيطلع من محله قد ما بحب كل شخص منهم قد ما بيحبه هنا يعني نحنا انا بدي اقول عيلة محبة شاربل يعني محبة نحنا علمنا مر شاربل وهو زارع فينا هالروح الروح المحبة مش بس لبعضنا البعض ما فيك ما تحبه وانت تكون ايه عم تتأملي بحياة مار شاربل ما فيك ما تحبه لانه كما قلتلك مار شاربل هو صورة ليسوع كتير حلوة كتير حلوة ما فيها تشويه ما بقنا مشوهة صار لذلك طبع هالصورة بقلب كل واحد مننا صورة الحب يلي عاشها لذلك يلي بده يكون بهالعيلة هو هالانسان يلي حابب انه يمشي طريق الاداسة يلي حابب انه يمشي بالطاعة للكنيسة يلي هو حابب انه يكون متل ما قالنا الرب في حالة حب للرب وفي حالة حب لبعض للبعض هيدا الشي اللي بيجمعنا بالعيلة ما فيه اي اشي كلمات مار شاربل انا معي هون هون بهالكتاب يلي نحطو ونطبعو ونكتبو هالاختبارات اللي عاشهم ريمون انا بقول يلي بقراهن ما فيلزوم لاي اشي هن انجيل بس بلغها حلوة كتير بسيطة عميئة جدا وبتوصل اي انسان بياخد اي اختبار منه بيوصل الى اداسة بكل اختبار بكل اختبار اذا بخبرك مثلا اذا بدي اقرالك عن العيلة هاك بسيطة يعني انه كم سطر عن العيلة بتعرفي خبرة مار شاربل بساعتها العميئة بالانسان وبالله يعني اديش صار عنده خبرة بحب الله و اديش عنده خبرة بالانسان و اديش الانسان بحاجة لالله و بحاجة لبعضنا البعض قالنا هو احبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم مش متل ما انتو يعني المحبة معلش انا ماني عم بيع الفلسفة لانه اللي حكي عن المحبة اعظم هو المحبة بس بدي اقول اقل له انه المحبة انه يكون قلبك نائي مثل التلس و ما يكون في عندك حدا انتي عندك موقف منه او اخ دي موقف منه و من مكان و شو مكان هيدا وز يسوع بالي انتي وزك هلا وز يسوع بالي و انا بتطلع بكل انسان انتي هلا كنت عم تحكي عن السجون شاك انا و قد كنت مرشد عامل السجون ابقى فوت عالم مباني بيرومي اروح اكل للسجون المفارقة انه هوني يوم كان في اجتماع احد العقضائي اللي كانوا امرين السريف و قاعد شخص يلي مسؤول بفتح الاسلام امت التبوست اموية بيقلي العقيد شووووووووووووووووووووووووو قلت له نحن علمنا معلمنا ان الحد فبقى هذا الحب اللي نزرع بقلبي هذا الحب المزروع بقلبي هو وبقلب كل واحد بها العيلة هو محبة المسيح ومحبة مريم اللي نزرعت بقلب مرشاربل واللي عم يزرعها بقلبنا هاي العيلة العيلة في شققين خليني بس تقول شق روحي وشق اكيد اجتماعي ورسولي يعني ريمون نشكر الله وصل الكلمة لبلدان كتير كتير وشهدات حياة لبلدان كتير يعني بس انا رفقته بيرحلي عبولندا ما فيني خبرك ما فيني خبرك والشقة التانية اللي على الارض هي هالمساعدات اول شيء بقلب العيلة لبعض البعض وتاني شيء يا بنتي لكل انسان نحنا منشوف انه متل ما قال يسوع كنت جائعا كنت عطشانا كنت مريضا كنت سجينا كل انسان بحاجة قد ما منقدر قد ما الرب هو بفيد يا اللي بيعطينا اياهون نحنا ناطف يعني ابونا الحديث معك ليومل كما بيقولوا هالحديث الروحاني كله حب مثل ما قالت يعني المحبة اللي نقصتنا بعالمنا اليوم مشان هيك نحنا عم نتدحرش صوب الهاوية بسبب المحبة بسبب المحبة المفؤودي على امل انه التجارب لبنان تعلمنا نحب لانه بس نزرع الحب بيتجمل كل شي حوالينا بيصير كل شي حلو حوالينا فيني اقول كلمة اخيرة اخيرة بيسوة ايه اكيد بدي ادعي كل الناس مسيحيين وغير مسيحيين إلا تيتعرفوا على يسوع المسيح الحقيقي يسوع حب مش مصالح صح يسوع حب بمتجرد حقوقنا فارتغلي حقي اني حب واجبي اني حب الحقوق والواجبات فارتغلي هي الحب لذلك انا بدي ادعي كل انسان بعد ما امن بيسوع المسيح انه يشاهل لحق حاله لحق حاله لانه الحياة قصيرة ونحن ما بنعرف ايما تمنطل كالدني لانه يسوع بيقول لا احد يدخل الالقاب اللبي فتشربل دخل وعم يدخل العالم بيسوع المسيح الى قلب الالقاب وبقلب مريم الى قلب الالقاب انا بدعي كل الناس تتكرس لقلب يسوع ولقلب مريم بشكركم كتير ونصلى بدل هالنور شارع على وسك الانسان مننا امين امين ابونا الله يباركك دائما نسكرنا بصلواطات ونحنا كتير من المبسط ان يكون عنا ابي هالقد عندهم محبة بقلبهم الله يبارك شكرا لك مشاهدينك معنا الاب جوزاف العنديري خادم رعية مارجر جس برسا الحارة الخاصة بدي لكم ينعد عليكم بعيد مولد القديس شاربل على امل شاربل ينومر حياتكم يزرع بقلبكم المحبة ودايما نظلنا نصلي له حتى لو ما صلينا له بكل عمل من قوم فيه بحياتنا بيذكرنا انه موجود لنرجع ونصلي له انا بس بدي قول هابي بيرتاي لكل الاسمون شاربل وان شاء الله عيالنا بيجيبو لنا متل ما ولد شاربل بعيلي ان شاء الله كمان بيكون عيالنا مشهات الادسين وادسات على صورة عكس الناصرة اكيد وعلى صورة مشهر بالانين لهم تكون خلصة حلقتنا لليوم مشاهدينا ويك اند مبارك وانتبهوا دايما اتبعوا قواعد السلام العامي والتباعد الجسدي والله معكم